موسيقى بهدف تفعيل شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الشباب نظم منتدى شباب العالم والأكاديمية الوطنية لتدريب بالتعاون مع منظمة اليونسيف ورشة عمل واسعة النطاق لمناقشة مبادرتين التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تستمر فعلياتها على مداري ثلاثة أيام الرسالة الرئيسية اليوم هي أننا نواجه تحديا كبيرا لمهارات وتطوير وإطلاق العنان لإمكانيات 28 مليون شاب مصري ويتعلق الأمر باكتشاف الطرق التي يمكننا من خلالها العمل معا لتحقيق العمل التطوعي في القطاعين العام والخاص بنحاول أن ندمج الشباب في كل المبادرات التطوعية دلوقتي عندنا مبادرات رئاسية قومية الشباب هو الدعم الرئيسي لها وأكبر دليل على كده المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومؤسسة حياة كريمة لأنها أصلا بتقوم على الشباب اليوم الأول شهد مشاركة العديد من المنظمات الدولية كما شارك الشباب بمقترحاتهم بجانب مشاركة العديد من مبادرات التنمية وقد جاءت نقاشات الشباب بردود أفعال إيجابية من خلال التفاعل مع المحاور التي تناولتها ورشة العمل هي بتهتم أنها تركز على الشباب من سن صغيرة من سن التعليم في المدارس أنهم إزاي يحققوا منفع تم من التعليم اللي بياخدوه كقطاع خاص وكقطاع حكومي ومؤسسات مجتمع مدني وقيدات مجتمعية مع الواسسات الحكومية والشباب ونعمل صيغة مشتركة أو رؤية جديدة نخرج بها بتوصيات فاعلة أهم حاجة في الوركشوب دي أنها بتجمع كل الستيكولدرز المختصين في مجال تطوير وتأهيل الشباب ورشة العمل تهدف لإشراق الشباب بشكل هادف في رحلة التغيير الإيجادية بالإضافة إلى تكوين مجموعة عمل كبيرة تعمل في شكل فرق لمعالجة القضايا والفرص الرئيسية في وقت واحد ومن خلال ذلك يمكن تطبيقه وتعميمه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اشتركوا في القناة